السلام عليكم معكم خليد لاريم جزء الثاني خصائص قانونية لأراضي القيش أولا تنظيم جماعة القيش إن جماعة القيش التي منح لها بمقتضى ضهائر حق الانتفاع الدائم على أراضي الدولة استفادت منه لمدة طويلة حسب الظروف وبما أنها كانت في تعبئة دائمة انتظمت قبائل القيش بطريقة مستقلة مما خلق مع مر الزمن شكلا تسلسليا هرميا جاء ووصفه من طرف بول باكسون وأحمد الدودي في مؤلفات سابقة الدكر كما يلي في قمة التسلسل يوجد قائل قيش رئيس المجموعة إنه يمثل السلطة المكلفة بمسك السجيل الديوان حيث يصنف فيه أفراد جماعة ويصهر على وحدة القبيلة ويراقب أعضاءها ويوزع المعدات والمرتبات والمكافآت يسوي الخلافات ويقرر العقوبات ويقوم بتنفيذها عند الاقتضاد اثنين في المرتبة الثانية يوجد قائد الرحى الذي يساند قائد الجيش في مهامه يشرف على فرق من ألف رجل ويصهر على حفظ الانضباط وتقسيم العمل في المرتبة الثالثة يوجد قائد المائة الذي يشرف على رأس مجموعة تتكون من مائة رجل يدربها ويؤطرها في المرتبة الرابعة يوجد القائمون بتنفيذ قرارات الرؤساء الكبار وهم المقدمون في الجيش ويعرفون بالرباع يكلف كل واحد منهما بتأطير مجموعة مكونة من خمسة وعشرين رجلا ربع المائة يسهر على حفظ النظام والسلوك الحسن وتنفيذ المهام وآخيرا في قاعدة الهرم التسلسلي توجد طبق العاملة للمجموعة المكونة للوحدة الضخمة للجيش وهي تضم الجنود ورجال الفرقة إن التنظيم المبين علىه يرسم شكلا عسكريا كلاسيكيا يعطي بمقتداته مقتدى الأوامر من الأعلى السلم والتنفيذ في القاعدة بعد مرورها من قائد الجيش ثم قائد الرحى ثم قائد المائة وأخيرا المقدمين المكلفين بالحرص على تطبيقها من طرف الرجال الأكفاء كما الذين بلغوا سن التجنيد هكذا يتم احترام التسلسل ولو أن المصطلح المستعمل يمكن أن يؤدي أحيانا إلى التباس مع مسميات أخرى لدلالات مختلفة ومن ثم لا يجب الخلق بين قائد الجيش المسمى أمغار في المنطقة الأمازيغية حيث أن كلمة أمغار تعني الرئيس مع قائد المشوار الذي هو نفسه قائد الجيش النظامية قائد الراحة مع قائد المحملة المحلة وهو قائد الحملة العسكرية التي تقوم بها الفرق النظامية يلعب هذا التسلسل دورا أساسيا في التنظيم الحفاظ على الأمن سير تدخلات العسكرية وفي حالة السلم يتولى نفس المسؤولين إصدار قرارات إدارة ومراقبة الرصيد العقاري للجيش والحائزين له شكرا لكم إلى فيديو آخر إن شاء الله